مراتكم مرة أخرى شرفني وينورني كالعادة أستاذنا الكبير أستاذ أحمد جلال الناقض الرياضي زي أحمد مشرف ومنور كالعادة دايما باستمتع بتواردك ربنا خليك حس كريم أنت الأستاذة بي حبيبي ده أنت الأستاذنا في بارك بارك خليك العافظ كله بخير كله تمام ناخد بارك حملة يام ما اشتغلنا صحافة يعني تمام أنت أستاذ لا أنت أستاذ لا العافظ العافظ أحمد أبدأ بالتأكيد من حيث انتهى سوق الانتقالات مصطفى شلبي وكواليس اللحظات الأخيرة اللي خلت مصطفى شلبي تتغير الوجهة من نادي الأهلي إلى نادي الزمالك بص أنا هاخد من كلام سوز أيمان الشريعي رئيس نادي أمبي اللي فجر مفاجأة ظهرت في كواليس الفيديو اللي نشر لمصطفى شلبي مصطفى كان متجاهم الوجه أنا كنت مستغرب يعني بتلعب نادي الزمالك نادي كبير فالراجل قال لا أن رغبته كانت النادي الأهلي طب إيه اللي مخل الموضوع ما يوصلش النادي الأهلي هنا تضاربة الآراء اتقال إن مارسيل كولر وأنا الغير مقتنع بالمرة إن مارسيل كولر لو دخل بأي صفقة من صفقات النادي الأهلي أصلاً؟ ولا واحدة ولا واحدة إن هو جي عليهم يعني هو جي ما عرفش مصطفى ميسي طب أفكر لك مفاجأة الراجل اللي غاد دلوقتي شايف إن مصطفى ميسي اتمرأ مع الناشئين ميبقاش فريق أول أصلاً أصلاً طيب الراجل ما شفش هدي حسين لكنه لما اتمرأ معاه لعبه أساساً الماتشي اللي فات صحية وكانت الصفقة أصلاً أريدي تمت ونفس الكلام مع صافيو اللي كان طلبه مارسيل ومجاش وقال إنه خلاص إنه مش جاي عشان كوزاكي متمسك بسبب الأمور المادية وعنده ماتشات حاسينما في الدول اليمنى فممكن الموضوع يتأجل لي يناير بس ده اللي الراجل طلبه لكن فكرة بقى إنه تقول لي أصلاً الراجل مش عايز مصطفى شلبي أصلاً أهل عنده أجنحة طبعاً تدخلت ليه في المنأول القصة كلها قصة فلوس صحيح المتحدث الرسمي باسم نادي أمبي أستاذ شريفة أبلغير خرج وقال إن الأمور المادية الليست هي الحاسمة وإن المبالغ تكاد تكون متقاربة لكن الزمالك حسم الصفقة بعشرين مليون جنيه عرض الأهلي توقف عند خمستاشر مليون جنيه ماذا طلب أمبي طلب خمسة وعشرين مليون جنيه بالظبط المصري كان فيه مناوشات لكن في الآخر المصري ما دخلش بالصفقة اللي أنا فهمت منك دلوقتي إنه الأمبي طلب خمسة وعشرين لأهلي عرض خمستاشر فكانوا مستنين الأهلي يقول عشرين مثلا فالزمالك جاب العشرين فالزمالك دفع العشرين بالظبط ببساطة يعني فبالتالي تمت الصفقة وأبرمت في النهاية ده اللي حصل رغبة اللعب إيه وأكد أن هذا ليس كلامي كلام الأستاذ أيمان الشريع رئيس الأمبي أن رغبة اللعب كانت الانتقال للأهلي الآن هي صفقة جيدة طبعا صفقة جيدة لكن المفاجأة الكبير إن فريرة ما كانش عايز مصطفى شلبي ولا عايز صفقة جديدة ولا عايز يوسف حسن وكان شاف إنه هو مكتفي بهذه الصفقات كان فيه بس كلام على عمر السيسي وده كلام برضو قاله رئيس دير الزمالك بنفسه سيد مطلع منصور مش هنا اللي بقوله قال إن فريرة ما كانش عايز صفقات تانية لكن إحنا قلنا نعزز وندعم بثلاث صفقات أخرى وأنا شاف إنه هم مهمين جداً الزمالك مصطفى شلبي الزمالك ما عندوش غير إبراهيم أنا ضاي فلاازم يكون عنده جناح جيد جناح عايز وعنده قدرات معينة صحيح نفس الكلام مع عمر السيسي جوكر هيدك تنوع جيد جداً مع إمام عشور وأرياحية في أكتر من مركز ستة تمانية صحيح حتى لو لقيت بيه عشرة ممكن يلعب عشرة سواء عشور أو عمر السيسي نفس الكلام بالنسبة لبقى الصفقات زكري الوردي دو دو مهم جداً نبيل عماد دونجا وهكذا فأنا شاف إن أمريكاة الزمالك في النهاية جايد جداً ضبط إقاع وكان كويس إلى حد كبير صحيح صحيح أنت اللي مشوا أسماء كبيرة لكن اللي موجودين مع قدرات مدير فني بقيمة فريرة يقدروا يعوضوا من رحل عن الزمالك سواء طريق حامد سواء أبو جبل الدنيا فيها ده موسي من تقلاتي زمالك